هذا النواب بغيت نشكر سيداً نائباً على طرح هذه الأسئلة الهامة المتعلقة بعودة المغاربة المقيمة من الخارج وكيف تتعرفوا هذه عملية فريدة من نوعها تستلزم تعبئات وتضافر جهود العديد من المتدخلين باش يكون الأفراد ديال الجارية يقضيوا السفر ديالهم يقضيوا العطلات ديالهم في ظروف مريحة وأمينة في هذا الإطار تأخذت الوزارة مجموعة من تدابير تتهم تعزيز عرض النقل وتنوع نقاط العبور وذلك من خلال مخطط الأسطول البحرية والجوية وبرنامج الرحلات فيما يخص الأسطول البحرية كيف قلت عبقنا ما غادي قدرنا نعالجوه 500 ألف مسافير و136 ألف سيارة كل أسبوع في كل اتجاه فيما يخص أسعار التذاكير ورغم تحرير خدمة النقل وخضوع أسعار التذاكير لمبدأ العرض والطلاب قامت الوزارة مؤخراً على تحسيس الشركات البحرية الوطنية والأجنبية باش يخفضوا الأتميناء واستجاب العدد منهم حيث عرضت تخفيضات تفضيلية بلغت في بعض الأحيان 20% مقارنة مع شهر يونيو عموماً أسعار التذاكير النقل البحري إلى حد الآن عرفت من خفاض نسبي مقارنة مع السنة الماضية بتقريباً 600 درهم الأسرة من جهة أخرى تم إعادة اعتماد الحج المسبق على غير السنة الفارطة في كافة الخروط البحرية باش نضمنه الانسيابية ديالتنقل فيما يخص النقل الجوي المكتب الوطني الماضي اتخذ مجتموعة من الإجراءات باش يسهل عمل المرحابة وبرنامج راحلات الجوية خلال الفترة الصيفية لهذه السنة غيرتضمن 1783 للحلاء السبوعية بزيادة 9% مقارنة مع الصيف 22 تتأمنها 52 شركة تتربط مطارات الملاكة ب122 مطار دولي ب50 دولة فيما يتعلق بتنقلات الجالية داخل المملكة فإن المكتب الوطني كحديدية ورمج خلال الفترة الصيفية تاقة استيعابية يومية تقدر بـ 200 ألف مقعد على 150 قطار وباش يتفادى الاقتضاد وباش يضمن المقاعد لجميع الزباناء حرصا على راحتهم تم أيضا تعميم الحج المسبق بينسبة لجميع الضراجات على مثل جميع قطارة البوراق والأطلس كما جند المكتب العاملين بمختلف المحطات لمواكبات المسافرين خلال تنقلاتهم أما بالنسبة للمدير العامل الطرق والشركة الوطنية للطرق السيارة فهي معبئة لضمان سلاسة وانسيابية الحركات الطرقية على طول الشبكة الوطنية وشكرا